اشتركوا في القناة ويوم اثبات مقدرة الانسان المصري وتفوقه في اصعب اللحظات وقال رئيس السيسي ان جوها حرب اكتوبر المجيدة هو الكفاح من اجل تغيير الواقع اشيرا الى ان معركة البناء والتنمية التي تخوضها مصر منذ سنوات تهدف الى تغيير الواقع بشكل مستدام والعبور للجمهورية الجديدة قال رئيس الاوكراني فوليدمير زرنسكي ان الجيش حقق تقدما كبيرا وسريعا ضد القوات الروسية جنوب البلاد وقال زرنسكي في خطابه اليومي انه تم تحرير العشرات من البلدات في الجنوب مضيفا ان بعض الاراضي التي تم استعادتها في خرسون ولوغانسك ودونتسك اجريت استفتاءات الاسبوع الماضي للانضمام الى روسيا قالت الخارجيات الروسية ان امدادات الاسلحة الامريكية الى اوكرانيا تقرب من المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا وحلف الناتو وقالت موسكو ان الولايات المتحدة تزيد من امداد اوكرانيا بالاسلحة وتزويد جيشها بمعلومات استخباراتية الامر الذي يقرب الوضع من الخط القطير والمتمثل في المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا وحلف الناتو قالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارين جانبيير ان الولايات المتحدة ليس لديها ما يشير الى ان روسيا تستعد لاستخدام اسلحة نووية وضافت جانبيير ان واشنطن تتعامل على محمل الجد مع مسألة الاسلحة النووية مؤكدة انها لا ترى اي سبب لتعديل وضع بلادها النووية الاستراتيجي وانه ليس لديها اي مؤشر على ان روسيا تستعد لاستخدام الوشيك للاسلحة النووية قالت وكالة يونهاب ان كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اطلقتا اربعة صواريخ ارض ارض باتجاه بحر الشرق ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري في سول قوله ان عملية الاطلاق جاءت ردا على اطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان في سابقة لم تحدث منذ خمس سنوات اكدت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون ان اي تجربة نووية جديدة لكوريا الشمالية ستهدد بشكل خطير لاستقرار الدولي وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك ريدر ان هناك مؤشرات سابقة لان بيونج يانج ربما تستعد الاختبار ما سيكون تجربتها النووية السابعة مضيفا ان القيامة بمثل هذه التجربة سيشكل بوضوح عملا تصريديا خطيرا ويهدد بشكل كبير الامن والاستقرار على المستويين الاقليمي والدولي ابحرت حاملة الطائرات يو اس اس جيرالد فورد التابعة للبحرية الامريكية في اولى مهمتها وتعد جيرالد فورد احدث حاملة طائرات امريكية ويبلغ طولها ثلاثمائة وخمسة وثلاثين مترا واتصل سرعتها الى اكثر من اربعة وخمسين كيلو مترا في الساعة على رغم من وزنها الذي يزيد على مائة الف طن فيما تكلف او تكلف بناؤها اكثر من ثلاثة عشر مليار دولار حيث ستجري في مهمتها الاولى منعورات مشتركة مع دول عدة من بينها كندا وفرنسا والمانيا لمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بي هذه تحياتي رؤية واضحة شكرا على طيب المتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة